أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و 91 إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية وأضافت الوزارة أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألف وتسعمائة شهيد و 87 ألف و 60 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي